اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة لقد هممت أن أبعث رجالا إلى هذه الأمصار فينظر كل من كان له جدة أي سأسعة من المال ولم يحجى فيضربوا عليهم الجزية ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين هذا الشيء من عمر بن خطاب رضي الله عنه الحافظ بن حجر قال إنه صحيح والاستخدام ولم يحجب أن أبعث رضي الله عنه أبعث رضي الله عنه أحاول أن يحجب أن يحجب أن يحجب أن يحجب أن يحجب أن يحجبا يجب أن 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 يجب إذا لم يفعل ذلك، يجب أن يجب أن يجب أن يجب على الجزية. ثم قاله بشكل مرحباً، مَا هم بيموسلمين، مَا هم بيموسلمين. إنهم ليس مسلمون، إنهم ليس مسلمون. هذا يظهرنا أنه يخطر الأمر بأن تفكر ذلك الأمر. وهذا هو الحج. لذلك كل الناس الذين لم يفعل حج، لديه المحجم على حج محجم للهج أيها الرابان. إذا أفرق أنه يحجره الهجي يحتاج لهذا، لن يطالح لهم أيضاً، وكذلك في الأمر في حج، من يض害 المسلمين بها همم، من يض害 المسلمين بها همم. هل هذا يحدث؟ نعم تذهب وراء في حج في طواف ما يحدث بين المسلمين بعض الوقت لا يحدث وكثيرا بعض الناس عندما يريد أن أخذ حجر الأسوات سيحدث شيء يحدث الشيخ ابن عثمين رحمه الله يحدث في واحده أنه يرى شيء سيحدث يرى الناس يعني يفعل الصلاة الجماعة وفي قبل الإمام يفعل التسليم يفعلون إلى حجر الأسوات الشيخ ابن عثمين قال عجيب مرحب لماذا مرحب مرحب يفعلون أحسابهم لأنهم لم يكن تنتظر للتسليم لأي شيء ليس حاجر الأسوات يعني أحساب حجر الأسوات ليس كذلك لذلك يفعلون أحساب ما هو فرس لأي شيء ما هو رقم سبحانه الله انظر إلى الجهل هذا هو إعناء يا أخوة وكان أحسابه وكان أحسابه لذلك يجب أن تستمتع للمشاهدة من المرحب صلى الله عليه وسلم إلى عمر بن الخطاب والله هذا هو جميع صحيح صحيح وكان أحساب عمر بن الخطاب يا عمر أو عمر إِنَّكَ رَجُلٌ قَوِي فَلَا تُؤْدِي الضَّعِفِ وَإِذَا أَرَدْتَ استِلَامَ الْحَجْرِ وَإِذَا أَرَدْتَ تُآتِي تُعْحَنَ الْحَجْرِ إِذَا أَنَّكَ وَإِذَا أَرَدْتَ وَإِذَا أَرْتَ فَاستَقْبِلْهُ وَكَبِّرَ فَاستَقْبِرْ حَاسْتَقْبِرْ سَطْتْخَلْهُ وَمَرْتُ فَازْتْخَلْهُ وَكَبِّرْ Just يعني yani انظر إلى ذلك وفعل تكبير وفعل تكبير وفعل تكبير يقول الله أكبر انظر إن الناس سبحان الله إذا الناس سأخذ هذا وفهم هذا سأفهم هذا لن يتعامل عن من ستبقى حجر الأسوات ولكن كما قلت هذا يحتاج إلى تعرف لن يجب أن تتعلم هذا سبحان الله عمرو الخطاب في السيم حجر الأسوات عمرو الخطاب رضي الله عنه يقول هذا حديث صحيح بخاري مسلم هذا أثر يقول إني لأعلم أنك حجر إني لأعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك انظرواBRUN عمرو الخطاب رضي الله عنه يغفر هو جمعها هجر الأسوات وإن ثم جمعه قال أنا أعلم انك حقاً آسف لاتنفع ولا تضر تنفع لا تضر لا تنفع لا توجد فيك لا أ哈哈 لا تضر لا ت exemعها وانت لو ت่ consuming صلى الله عليه وسلم هوte بصل صلى الله عليه وسلم لأن ignore mäßig صلى الله عليه وسلم then I would never kiss you and this shows us one thing that's the tawheed of the sahaba the tawheed they had the firm tawheed there has been narrated that a woman رفعت صبيا لها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت ألي هذا حج a woman in the time of the messenger صلى الله عليه وسلم this is a hadith صحيح Muslim she raised a child to the messenger صلى الله عليه وسلم and she said for this child is there a hajj he said نعم نعم ولكي أجر and the reward is going to you غرباء 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 غرباء